هل فعلا وكالة YG Entertainment قاموا بشراء مليار مشاهدة على اليوتيوب لأغنية يعني تزوير لحتى يروجوا لفرقة بلاك بينك وهل فعلا جوائز بلاك بينك بحفل 2019 E People's Choice Awards تم شراءهم بالكامل لثلاث جوائز وهل يستحقوا فرقة بلاك بينك كل هالهجوم ضدهم والتنمر عليهم بسبب أفعال وكالتهم وهل فعلا جمهور بلاك بينك بعضهم وهميين يعني غير حقيقيين وسؤال الأهم هل فرقة بلاك بينك حقيقيين يعني موجودين لو شنو بالضبط لأن من كثر ما الهيترز قالوا عن كل شي عم بيحققوا فرقة بلاك بينك هو وهمي لدرجة بلشنا نشوك أن فرقة بلاك بينك هل هم حقيقيين لو وهميين فاتطمنوا كل هالأسئلة رح أجاوب عنها بحلقة اليوم لأن السوشال ميديا مولعة بين الأرميز والبلينغز حول هالموضوع واليوم رح أكشف الحقائق ونضع حد لكل الخلافات بين فانز الفرقتين لكن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهم بعد تفعيل الجرس والضغط على اللايك وأهم شي تنشر الفيديو بين الكيبوب فانز أصحيح معكم بارك بيشيونغ وهذا حسابي على انستجرام أوكي هسا إذا كنت مستعداً أنا مستعداً والله يستر هسا قبل ما أتكلم عن البلبلة والأحداث اللي صارت ضد فرقة بلاك بينك أريد أعطيكم نبذة سريعة مين هم بلاك بينك هالفرقة مكونة من أربع فتيات جيسو جيني روز وليسا ركزولي على ليسا لأنها جوستيل مستقبلي المهم هالفرقة تم تأسيسهم بعام 2016 تحديداً بثمانية أغوست 2016 وهذا يعني بأن فرقة بلاك بينك عمرها ثلاث سنوات وبعام 2018 هنا أصبحت فرقة بلاك بينك من إحدى الفرق العالمية بعد ما وقعوا عقد مع إحدى الشركات الأمريكية العالمية وهي والعقد كان تحديداً بتاريخ 23 أكتوبر واللي فعلاً من بعدها قلب مقاييس وحطم أرقام قياسية لصالح فرقة بلاك بينك لكن هسا رح أجاوب على أول سؤال هل فعلاً وكالة YG Entertainment قاموا بشراء أول مليار مشاهدة على اليوتيوب لأغنية درو 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 درو؟ والجواب رح يتفرع لفرعين إذا كان فعلاً آه أو لا نبدأ مع أول احتمال وهو أن وكالة YG Entertainment قامت بشراء المليار مشاهدة خلونا نكون منطقيين الكل بيعرف بأن أسهم وكالة YG اتراجعت بشكل خرافي جداً يعني تقريباً الشركة مفلسة إلا شوي فكيف بدها تشتري مليار مشاهدة على اليوتيوب وهي مفلسة؟ وأيضاً اللي بلينكس بيعرفوا بأنه سبب استمرارية وكالة YG Entertainment هم فرقة بلاك بينك بفضل نجاحاتهم استمراريتهم وجوائزهم وأيضاً إعلاناتهم اللي عم بيحتموا أرقام قياسية وعم بيحصلوا مشاهدات وأيضاً فلوس بمبالغ ضخمة جداً لدرجة أنه أشهر الفرق بعالم الكيبوب الفتيات هم فرقة بلاك بينك وتوايس فهساً رح أرجع أسألكم مرة ثانية أنتوا ما زلتوا مشككين بأنه تم شراء مليار مشاهدة على اليوتيوب من قبل وكالم فلسة؟ ويا جماعة للعلم مجرد ما تم ذكر اسم فرقة بلاك بينك بأي جائزة عالمية هاد بحث ذاته خلى الفانس اللي ما بيعرفوا فرقة بلاك بينك يعملوا سيرش ويبحثوا على أغانيهم ويشاهدوا أغانيهم وهذا الشي زاد من مشاهداتهم فمنطقياً لما يتم ذكر اسم فرقة بلاك بينك بأي جائزة عالمية شاهدوا كم مليون شخص ما بيعرفهم فات وعرفهم من بعد ما تم ذكر اسم فرقة بلاك بينك طبعاً هسا بعض الأرميز رح يقولولي أنه عم بتزيد مشاهدات فرقة بلاك بينك بأغلب كليباتهم وبنفس الوقت عم بتقل نسب مشاهدات فرقة بي تي اس على اليوتيوب فيعني منطقياً هل أنه وكالة واي جي عم تسرق مشاهداتها من فرقة بي تي اس وعم بتضيفها لفرقة بلاك بينك بس حابب أخبركم بأنه إذا شاروا مشاهدات على اليوتيوب مش رح يتقل بأي مشاهدات من فرق ثاني يعني باختصار اليوتيوب ما رح يشيل من هنا ويحط هنا لأنه عملية الشراء إذا تمت رح يتم رفع المشاهدات بشكل وهمي وليس حقيقي وما إلهم أي دخل بأنه نسبة مشاهدات فرقة بي تي اس عم بتقل يوم بعد يوم لأنه رح أتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل ليش عم بتقل مشاهدات أغاني فرقة بي تي اس وما الطريقة الصحيحة والسليمة كيف ترفع مشاهداتهم بشكل سليم وقانوني واليوتيوب ما رح يحذف أي مشاهدة إذا طبقتوا الخطوات اللي رح أعطيكم إياها بالفيديو القادم المهم نرجع لفرقة بلاك بينك يعني هس عرفتوا كيف حصلوا مليار مشاهدة سواء كانوا شاروهم ولا ما شاروهم أنتوا من شومة أثرين يا جماعة بالنهاية إذا الوكالة شارت المليار مشاهدة هذا الشي يعني بأنه الوكالة ساعدت وساهمت بانتشار الكيبوب للعالم مش بس فرقة بلاك بينك لأنه سادقوني نجاح فرقة بيتيس فتح أبواب واسعة لكل فرق الكيبوب ومن خلال نجاحات فرقة بيتيس وفرقة بلاك بينك فتحوا أبواب واسعة بعالم الكيبوب وعرفوا الفانز العالمي بأنه أكو فرق ثانية غير فرقة بيتيس وبلاك بينك هسا ننتقل للسؤال الثاني هل فعلا جوائز بلاك بينك بحفل تونتي ناينتين اي بيبولز تشويس اووردز تم شراءهم ولا بفضل دعم البلينكس لفرقة بلاك بينك قدروا يحصلوا على ثلاث جوائز عالمية بهالحفل هاد هسا والله العظيم مش دفاعا عن فرقة بلاك بينك ولا حتى أني رح أدافع عن فرقة بيتيس لكن رح أتكلم بشكل منطقي وإنتوا حرين إذا حابين تصدقوا ولا لا لأنه فعلا فرقة بلاك بينك والبلينكس عم بشيغلوا بطريقة ذكية جدا أو بالأحرى من تحت لتحت يعني بصراحة فاجأوني بس أنا مثلكم اتفاجأت اتوقعت فرقة بيتيس يحصلوا أقل شي جائزة واحدة بالحفل هاد وانصدمت بأنه ولا جائزة لفرقة بيتيس بحفل بيبول تويس اووردز او ماي جاد والثلاث جوائز والثلاث الترشيحات كانوا لفرقة بلاك بينك اوكي انا هنا بصراحة بلشت يعني اتعجب انه معقول شروهم ماكو اي طريقة ثانية لأنه بصراحة المنافسة كانت شرسة بين فرقة بيتيس وبلاك بينك خصوصا بين الارميز والبلينكس ووصلتني بعض النتائج بأنه اكو هواي فرقات شاسعة بين تصويتات فرقة الارميز او بيتيس والبلينكس لفرقة بلاك بينك وكانت واضحة الثلاث جوائز كانوا من نصيب فرقة بيتيس وكيف فجأة اتوجهوا الى فرقة بلاك بينك يعني فجأة لغوا فرقة بيتيس وجوائزهم وتصويتاتهم وفورا اتجهوا لفرقة بلاك بينك فبدأت بالتحقيق والتدقيق والمراجعات بأنه شلون فرقة بلاك بينك حصلوا على الثلاث جوائز رغم التصويتات كانت واضحة من نصيب فرقة بيتيس واليكم ما الذي حصل بحسب ما وصلني من مصدر موثوق بأن التصويتات كانت لفرقة بيتيس من خلال التويتر وللعلم تصويتات التي تويتر تمثل 25% من تصويتات العامة اما البلينكس هومي فانس فرقة بلاك بينك كانوا عم بصوتوا بالتطبيق نفسه وللعلم ايضا التطبيق يمثل 75% خلينا بسطها كل تصويت واحد لفرقة بلاك بينك يمثل 3 اضعاف فرقة بيتيس فتخيلوا 25% مقارنة بـ 75% لكن السؤال الذي يدور في بالي هذه الارقام اللي تم نشرها على السوشال ميديا ورح تلاحظوا بأنه فرقات شاسعة بين فرقة بيتيس وبلاك بينك وبالمختصر كان الفوز اكيد لفرقة بيتيس فكيف تم حسب البيانات هاي او كيف تم الوالله ما نعرف بصراحة المهم انه تطلعوا بالنهاية فرقة بلاك بينك هم اللي فائزين بثلاث جوائز مع اني والله مثلكم اتوقعت اقل شي يحصلوا فرقة بيتيس على جائزة واحدة اقل شي هاد طيب ننتقل للسؤال المهم هل بيستحقوا فرقة بلاك بينك كل هذا الهجوم ضدهم والتنمر عليهم بسبب افعال وكالتهم طبعا لا ايش ذنب فرقة بلاك بينك اذا الوكالة قامت بشراء اصوات او قامت بشراء الجوائز ايش ذنبهم الفرقة يا جماعة ركزوا معي ايش دخل ام ليسا ولا جيني ولا روز ولا جيسو انتوا قاعدين تتنمروا على الفرقة الغلط ايش دخل الفرقة ايش دخل تدمير معنوياتهم كلكم بتعرفوا بان عضوات فرقة بلاك بينك تعبوا كثير خلال الثلاث سنوات والكل بيعرف بان وكالة واي جي انترتينمنت انتهت من زمان واللي مساندها هسا وداعمها هم فرقة بلاك بينك ولولها الفرقة كان انتهت زمان الوكالة واختفت كليا حتى انتوا لاحظوا ما ارتاحوا ابدا الفرقة يعني كان المفروض اكو الصراحة لهم لكن بسبب انخفاض اسهم وكالة واي جي انترتينمنت ان منعوا فرقة بلاك بينك من اي استراحة فاكو ضغوطات كانت عليهم بين كونسورت حفلات وكمباك تصوير كليبات اعلانات وترويجات يعني يا جماعة والله مرتاحوا وجايين بكل برود تقولوا فرقة بلاك بينك شاروا هم الاصوات شاروا الجوائز شاروا مشاهدات اش دخل امهم الفرقة ما دخلها اذا الوكالة هي اللي شارت هي اللي عملت هي اللي ساوت الفرقة ما دخلها انا هسا مثلا حدي يجي يشتري لي مشاهدات بالملايين على اليوتيوب اش دخلني بقوله تفضل اشتري لي انت حر حابب تشهرني تدعمني انت حر فكافي تنمر على فرقة بلاك بينك او حتى اي فرق ثاني الفرق ما دخلها اذا الوكالة عم تلعب بالارقام او حتى الجوائز وبرجع بخبركم فرقة بلاك بينك يستحقوا الجوائز هالسبوع فرقة بيتيس كم جائزة ديسانك حصلوا عليها كم جائزة عالمية حصلوا عليها كم مهرجان عالمي تم دعوتهم وكم 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 اكو هواي شغلات طيب ليش ما قالوا البلينكس بانه كل هاد تم شراء من وكالة بيجهة انترتينمنت بتعرفوا ليش؟ لانه فرقة بيتيس تعبوا على حالهم فرقة بيتيس اشتغلوا على حالهم وهس بوعوا مين فينا ما بيعرف فرقة بيتيس اكو شخص بالعالم ما سمع اغاني فرقة بيتيس ما شاهد صور فرقة بيتيس مستحيل والكل بيعرف بانه فرقة بلاك بينك بحفلات الكورية مظلومين هوايه واقل نسب الجواز حصلوا عليها كانت بكوريا فلذلك ارميز بلينكس الكل تعب فرقة بيتيس تعبوا ووصلوا هنبعت فرقة بلاك بينك تعبوا ووصلوا خلونا نفرح بنجاحاتهم مش ندمرهم ونبحث عن اخطائهم او حتى مشاكلهم او حتى ثغرات صغيرة جدا اما هسا بدي انتقل للسؤاد المهم هل فعلا بعض من جمهور فرقة بلاك بينك هم البلينكس بعضهم وهميين او فيك يا جماعة باوع المسرح باوع اللايتستيك باوع الفانز اللي عندهم هسا هدول وهميين كيف يعني هدول فوتوشوب مثلا او تركيب او جرافيكس يعني بيحاولوا يقنعوني باي طريقة ما بانه ماكو فانز عن فرقة بلاك بينك صدق تشذب هاي شنو يا جماعة والله العظيم حلو انه نقدر تعب فرقة ثاني وايضا حلو انه نبارك لفانز الفرق اذا نجحوا اذا حصلوا على الجوائز فبالختام ارميز الله يهديكم البلينكس الله يهديكم فكافي تنمر كافي مسبات كافي شتائم حبوا بعض كونوا متعاونين افرحوا بفرحكم خلي بناتكم ود وحب ودعم وكلام جميل جدا فبالنهاية كان معكم بارك بيش يونغ اتمنى هالفيديو ينتشر مثل الصاروخ على موضل كل يعرف نرجحات فرقة بيتي اس و بلاك بينك بالنهاية دوبايو جل كايو انا هكي سيو باي باي